اليوم رح يكون اول فيديو عن الفور ارم هذا الفيديو رقم واحد من اصل 10 فيديوهات رح يكون اكو 10 فيديوهات للفور ارم باول فيديو رح نناقش شوية رفيجين للبونز والبونداريز رح نتعرف على البونداريز شي جدا بسيط و رح نتعرف على الفاشا او الفاشي بالجمع هذا رح يكون كله باول فيديو بعدها رح يكون عندنا اربع فيديوهات اربع فيديوهات مخصصة للمسلز الفيديو الاول والثاني رح يناقش المسلز الفيديو الثالث والرابع رح يناقش قسمتهم بهاي الطريقة حتى ما يطولوا الفيديو حتى بنفس الوقت انه ما تملون لما تشاهدون الفيديو لفترة طويلة وايضا انه الى فائدة بالتقسيم يعني التقسيم رح يسهل عليكم الحفظ بعدها انه رح يكون ادنى اكيد الارثريز والفينز رح يكونن بفيديو منفصل والنرز او فور ارم ايضا رح يكونن بفيديو منفصل وبعدها رح يكون انتي سيرفس اناتومي رح يكون للفور ارم جدا مهم السيرفس اناتومي اهم من اي شي ثاني يعني قبل كنا ندرس السيرفس اناتومي ما كنا ننطي اهمية كبيرة ولكن هالمرة رح يكون الى اهميته بسبب انه البالتسيشن اللي يعني احنا معتادين نعمله بالفور ارم فرح يكون الى اهمية الى اهميته واخيرا رح يكون ريفيجن عن الفور ارم هالمرة ريفيجن رح تكون بطريقة مختلفة شوية رح يكون اكل كات سكشن اوكي رح يعني رح اتركها الى ريفيجن وايضا رح يكون صور حقيقية عن الجسم البشري عن الفور ارم بالرفيجن هذا المخطط العام رح يكون عبارة عن 10 فيديوهات وقت ما قاعد اصور هذا الفيديو فالمفروض ينزن 3 فيديوهات سوية يعني الان تم انجاز عمليا تم انجاز 3 فيديوهات يعني تم انجاز البور بوينت معلتهم مجرد انه التصوير فننتقل للفيديو الاول وحتى يكون سهل وخفيف علينا من طول الوقت ننتقل للفيديو الاول شكرا جزيلا مساءنا وشابو وبينات كل القاعدة يتابعني طبعا مثل ما اشفتنا ببداية هذا الفيديو انه هذا الفيديو رقم واحد من فيديوهات الفور ارم ورح يكون ببساطة هذا الفيديو رح يكون عن البونز رح يكون هناك الفيديو للبونز ورح يكون ايضا عندي البوندريز والفاشي والفاشي نتابع الفيديو حتى ما نطول تابع الفيديو نبدأ اول شي الفيديو للبونز طبعا هذه الصورة موبيل جديدة علينا ما اخذيها مسبقا ومتعرفين على كل جزء كل جزء كل كلبة من هاي الكلمات انه احنا اتعرفنا عليها والمفروض نكون حد الان حفظ معها اليوم حديثنا رح يكون عن الفور ارم فحبيت انه نبلش بالبونز اوف فور ارم طبعا ما رح يعني ما رح اتكلم عن كل التفاصيل احنا ما اخذيها مسبقا ولكن كل الفكرة انه انا عندي هذا الالنا اللي رح يكون ميديالي والريديس اللي رح يكون لاترالي طبعا بيناتر رح يكون الانتر اوس منبعين الالنا والانتر اوسيس منبعين والريديس رح يعملا يعني هن اللي رح يسون كومبارتمنز رح يقسما يعني الفور ارم الى تو كومبارتمنز انتيرير و بوستيرير كومبارتمنز هاي الفكرة يعني لهذا السبب صراحة انه حبيت ابلش بالبونز اوف فور ارم وايضا بالنسبة لاشخاص اللي ما حاضرين المحاضرات التفصيلية للبونز رح تنزل محاضرات ست محاضرات رح تكون او خمس محاضرات على ما اعتقد خمس محاضرات رح تكون مختصرة جدا وكل بون رح يكون او كل مجموعة يعني مثلا الانتر اوسيس رح يكون بمحاضر واحدة من داش دقيقة تقريبا هاي شي شي فانه رح تكون بها كل هاي التفاصيل مذكورة واشرح مبسط وسريع للي مثلا يتعزون انه يحضرون المحاضر اللي كانت اعتقد اربعة وعوان دقيقة ويش شي حاضر الاساسية يعني اه هذا طبعا الصورة تمثلي انه الالنو ريديس عملات ارتكوليشن مع الهيومرس فهذا هو الجوينت الالبو جوينت ايضا الالنو ريديس عملات عملات جوينت او عملات ارتكوليشن مع الريست فهذه بالضبط الريست جوينت طبعا رح نتعرف على الجوينت بشكل تفصيلي اكثر ان شاء الله بنهاية سلسلة بعد ان نخلص الهاند يكون الشي الوحيدي اللي رح نسوي بعد الهاند هو الجوينت او اول شي رح نسوي بعد الهاند هو الجوينت بعد الجوينت اكو شي رح نسوي ان شاء الله طبعا هاي الصورة شوية اريد اتحدث عنها بشكل تفصيلي اكثر اكو طلاب سئلة وقالوا انه احنا ما قعد نقدر نميز انه البوردرز الالنو ريديس البوردرز معلتهم والسيرفوس معلتهم و الى اخره طبعا الامور كلش بسيطة يعني ما بيها اي تعقيد هذه الصورة اللي شفناها قبل شوية كانت كبيرة هذه صغرتها هنانا حتى فقط نبين انه اللي ما اخذ من عنده هاي يعني هذا كت سكشن طبعا هذا تفصيلي كت سكشن امين ما اخذها بذبط هاي الصورة رح تبين امين ما اخذها الان هاي هنانا هو هذا القطع من نانا و طبعا هذا اثنينتهم نفس الشي نفس القطع ولكن هذا انتيري اسبكت وهذا فستيري اسبكت احنا هذا القطع من نانا رح ناخده هذا البستيري اسبكت رح ناخده و رح نغلبه بحيث نشوفه من جوه يعني هذا الي رح انظر له من نانا رح انظر له من نانا من جوه فاش رح اشوف من جوه طبعا هذا اكيد للرائت هاي رائت فر ارم او البنز أوف رائت فر ارم طبعا عندي الراديس رح يكون لاترالي والألنر لح يكون ميديلي الآن عندي Radius والأضنى رح يتشاركون بعض النقاط الشنو هي النقاط البوردرز مالتهم والسيرفسز تقريباً رح يتشاركون بيها فمثلاً عندي البوستيريور اثنيناتهم عدهم بوستيريور بوردر واثنيناتهم عدهم بوستيريور سيرفس بهذا المعنى فرح يكون جداً سهل أنه أميز مجرد أنه أتصور أو أتذكر هذه الصورة سيكون سهل أنه أميز البوردرز مالتهم الأنتيرير أيضاً رح يكون عندي هذه الأنتيرير سيرفس وهذه الأنتيرير سيرفس لل ريديوس والألنى وهذا الأنتيرير سيرفس للسور الإنتيرير بوردر للألنى وال ريديوس الآن أنا أريد أن أصف هذا السيرفس هذا السيرفس مأقدر أقول علي بوردر هذا السيرفس موجود لاترالي فأسميه لاترال سيرفس ببساطة حتنا أنت إذا نسيته أو إذا كنت حاضر المحاضرات ما جرم didn't know which everyone should talk بشكل جيد فإنه ببساطة بشكل عفوي هذا رح تسميه لاترال لانه هذا من الواضح انه هو سيرفس ومن الواضح انه موجود لاترال فاسمي لاترال سيرفس ببساطة لغة الاناتومي سهلة ودقيقة وما تخربط ابدا مجرد انه تحتاج واحد فقط يركز بيها خلص شوي التركيز خلص كشين حل هذا طبعا موجود ميديالي وهذا السيرفس ما معقول اقول علي بوردر فراح اقول ميديال سيرفس ببساطة يبقى عندي السيرفس الاخير لكل bone اللي هو البوردر الاخير اللي هو البوردر الاخير اللي هو البوردر هو كافي ولكن لازم تخلي دماغك انه بالنسبة للرديس رح يكون لاترال السور رح يكون ميديال وبالنسبة للانه رح يكون لاترال هاي كل الفكرة فهذا يعني بالشكل بسيط انه هاي الصور كانت يعني كثير من الاشخاص اعتردها وقالوا ان هاي مو واضحة بالنسبة لنا فهي ببساطة تفسرت الصور وكانت كل السهلة وحبيت ايضا انه اوصل الفكرة انه شغله يعني انه تصور وتخيل تخيل وتصور شنو اللي قاعد يصير دائما نتخيل تصور فكر روما اضعيونك وفكر تخيل البون هاذا ثري دي بدماغك تخيل انه شون قاعد ينوصف بها بمنتهى البساطة طيب قدنا ننتقل الى البوندريز وتقريبا هاي نفس الصورة اللي دائما نشوفوها طبعا ادنى هذه هي الانتيريار فور ارم سميها ببساطة انتيريار فور ارم انتيريار فور ارم وهذه راح تكون البستيريار فور ارم بمنتهى البساطة طبعا الانتيريار اللي تنتهي بنهاية الكيوبيتر ريجون سوري تبدأ بنهاية الكيوبيتر ريجون وتنتهي ببداية الريست اوكي ببداية الريست من نعنى راح تنتهي سوري راح تبدأ بنهاية الالبو ريجون وراح تنتهي ببداية الريست ببساطة طيب ننتقل الى الفاشي والفاشي الكمبارتمنتس اوكي ادنا طبعا الفاشي او الفاشا اوكي الفاشا هي عبارة عن الديف فاشا يعني قصد بيها انه الديف فاشا اللي قعد تغلف الفور ارم طبعا ادنا احنا اكو هنان كان سكن وكان سبك يوتين يستيشيو انه هذا كل لازلنا لو نلاحظ انه هذي هنا اكو سكن تحت اكو سبك يوتين يستيشيو وتحت الديف فاشا فالان الديف فاشا احنا بالنسبة للفور ارم نسميها انتي بريكيال فاشا او انتي بريكيال ديف فاشا او هي الديف فاشا او فور ارم تقدر تسميه هيش بس مصطلح انتي بريكيال احيانا يستخدمها بعض المصادر وبعض المحاضرات فانه ضرورى تكون فاهم شنو معناته انتي بريكيال اه بريكيام اي اhearted بريكيام بريكيام مينشنو معناته الارم ايت بريكيام معناته الفور ارم مربكيام معناته يعني موجود بالارم انتي بريكيام معناته موجود بالفور ارم اهي كمصطلحين ببساطة بهاي الطريقة يعني تفسرها هذا بالنسبة للديف فاشة طبعا انتيرياري وفستيرياري كلها راح نسميها انتيبركيال فاشة او انتيبركيال ديف فاشة بما يخص طبعا هذا هنا يعني الكونتينيواشن اوف انتيبركيال فاشة او انتيبركيال ديف فاشة راح يكون عندي ثيكنينج بالرست تقريبا بالرست يعني فرح يكون اكو شي مثل ثيكنينج هو راح يكون عبارة عن ليجامنت شنو راح اسميه راح اسميه ببساطة انه بالمار كاربل ليجامنت بالمار كاربل ليجامنت ببساطة هذا الليجامنت راح يكون فوق كل الدندنز لهذه المسلز اللي راح نتعرف عليهم بالمحاضرة القادمة راح نتعرف على المسلز و راح نعرف ترتيبهم بالنسبة له منو ديب المنو منو سوبرفشل المنو بالنسبة ان المفروض يكون واضح انو المسلز لارح يكون سوبرفشل للتندنز of these muscles ولكن هو راح يكون ديب الى التندن لهذه العضلة اللي هي المحاضرة القادمة راح نتعرف عليهم إن شاء الله بالمحاضرة القادمة اللي بقى عندي شنو بقى عندي أتحدث عن الكمبارتمنت يعني عندي two compartments الانتيري كمبارتمنت أو أحيانا أسمي انترو ميديل كمبارتمنت حاليا أعتقد تسمية انتيري كمبارتمنت كلش كافية لأنه هو يغير اتجاهها راح نشوف بها شوية فأنه مسألة انتيري كمبارتمنت هي يعني أفضل شيء يصف الموضوع فهذا ك-anterior compartment وهذا posterior compartment ببساطة طبعا مثل ما قد نشوف هذه الصورة بها تفاصيل أكثر الأزرار رح يكون هو anterior compartment والأحمر أو بصير لونة يعني خلي نقول أحمر رح يكون posterior compartment الآن anterior compartment أيضا نسمي flexors يعني رح يحتوي على flexors والpronators الفلكشن نعرف كله هنا شنو معنات flexion الpronation يعني معناتها أنه أقلب إيدي على قفاها هاي الحركة أنه هسا أنت مثلا إيدك على الباطن إيدك هتقلب إيدك رح تقلبها على قفاها هاي الحركة نسميها pronation فالعضلات المسؤولة عن الpronation والمسؤولة عن الفلكشن بال forearm رح تكون بالanterior compartment بينما العضلات المسؤولة عن الاكستنشن اللي هي الاكستنسر زياني والسباينيترس رح تكون موجودة بالposterior compartment هذه الصورة اتمثل عندي شي كلش مهم إنه نفهمه أنا عندي لو نلاحظ أنه الradius هنا الradius نلاحظ أنه الشن صار مرتفع هنا ننزل شويه هنا صار مستقل يعني بما معناته أنه لو نريد نرسم line للradius والinterosseous membrane والألنة رح نشوف أنه صار بهذه الطريقة أنه صار oblique هنا رح تقل يعني رح يقل كونه oblique وهنا رح يصير تقريباً transverse يعني بهذه الطريقة يعني ما رح يكون oblique طبعاً أنا قاعد أصفه هنا transverse بسويه رح يكون frontal يعني كي من رجع للأنتمك الposition رح يكون frontal بهذا المعنى فأنه بهذه الطريقة أنه لاحظ أنه هو قاعد يتغير مو ثابت فلهذا السبب أنه إهنان هذا الcompartment أحياناً يقولون ما يقولون علي anterior compartment يقولون علي anterior medial وهنا شوي قل كونه anterior medial وهنا صار anterior فأحياناً يعني من يقولون anterior compartment ما لازم يكون في دماغهم أنه هو مرتب بهذه الطريقة بهذا المعنى يعني طبعاً هنا أنا عندي هذه أضلة اسمها الprecuradialis اللاحظ أنه هي صارة شوية anterior لي مو posterior لي مع أنه هذا نسميه posterior compartment وهي flexor مو اكستنسر هتعرف على هذا الexception إن شاء الله بالمستقبل خلال المحاضرات القادمة ولكن هذا كله يعني لو أريد أرسم الآن هتا يكون واضح هذا هذا كله رح يكون posterior compartment رح أطلق عليه posterior compartment وهذا رح يكون anterior compartment والتسمية الدقيقة بهاية النقطة رح يكون هذا البosterolateral وهذا anterior medial بهذا المعنى يعني يعني كنوعاً ما أنه تسمي أدق بهاي النقطة هنا هاي النقطة رح يتغير هاي النقطة رح يتغير بعد أكثر فهاي كل الفكرة يعني لازم نكون فاهمين ومستوعبين أنه فكرة يعني فكرة أنه الالنى والرديس أنه قاعد يتغير حسب الانوتوميكال بوزيشن فأنه شكلهن أو مكانهن قاعد يتغير بهذا المعنى يعني نريد ناخذ cut section هنا طبعاً هذه صورة تمثل مجرد أنه يعني كأنه فرخت المسلز وبقيت فقط أنه الفراغات معلاتها فاللاحظ أنه هذا رح يكون الألنى الألنى طبعاً subcutaneous جزء منه كبير subcutaneous أوكي رح نتعرف عنه إن شاء الله بالسيرفوس أنوتومي أن هذا الـ interosseous membrane وهذا الـ radius فاللاحظ أنه كأنه قاطعات كأنه تقريباً أنه مو continuous ولكن هذا رح نعتبره يعني اللي يكملهن فبالنهاية أنه قاطعات أوكي قاطعات تقريباً مو completely ولكن تقريباً قاطعات ال forearm إلى anterior posterior compartment هذه الصورة أيضاً نتوضح ولكن هذه تقريباً يعني من الحد يعني لو لاحظ هذا هنا أنا محوط هذا الـ radius محوط بشي ligament ligament أو شي طبعاً ligament رح يكون فأنه بهذه النقطة رح يكون هو يعني الـ articulation اللي صار ما بين هذا الـ pivot joint اللي صار ما بين الـ radius والـ النب هالنقطة تقريباً يعني just inferior للـ elbow joint فهي أيضاً موضحة أنه بيها هذه الصورة أيضاً توضح الأمور أكثر فهذه الصور كلها cut section اللي يريد يعني فقط يوقف الفيديو ويتعرف على الأشياء اللي يريدها ولكن بالمستقبل أنه رح نتعرف على هاي الأشياء بالمراجعة لما نعرف كل الأسماء ما للمسلز حيكون أكو بالنسبة لcut section أنه لازم أتعرف على شوي هذا كان كل شي تقريباً من سلائدات أتمنى أنه هذا الفيديو نعلى أعجابكم وأتمنى أنه استشأرت أهمية هذا الفيديو واستشأرت أنه أهمية تعرفون المخطط الجاه شو هو رح يكون وأيضاً تفهمون أنه بداية يعني البوندريز والفرع بالضبط إحنا شون رح نقسمها تفهمون أنه الكمفارتمنت شنو هي بالضبط هاي الأشياء مهم أنه تفهموها مهم أنه بالأول يتم تحضيركم لدراسة ما هو قادم هذا الشي جداً مهم فنلتقي بفيديو آخر اللي ما مشترك يشترك اللي ما نفعل جرس الإشعارات خلي فعلها اللي ما مشترك بقناة تليدرام يشترك لأنه يعني بالفترة الجاية عدنا ما شاء الله أطلع يعني عشرة يوم بسبب كورونا فرح يكون أكو فيديوهات إن شاء الله كثيرة لأنه هكيد ما رح أطلع من البيت رح أرود بالبيت فرح يكون أكو فيديوهات بالفترة الجاية إن شاء الله كثيرة ورح أحاول أخلص الأبرلم كل بهذه الفترة رح أحاول أعمل جهدي حتى أوصلكم لهذه النقطة إن شاء الله نقولها على هاي قناة فاللي ما مشترك يشترك وفعل جرس الإشعارات حتى يوصلكم تصلكم إشعارات ويوصلكم كل جديد نلتقي بفيديو آخر